أنا دلوقتي قدر أفهم إنه الفكرة طلعت من صحفيين علشان إنتوا عانيتوا بالبلد كده كبشين النار حلو كده هل لقيتوا مهن أخرى خلينا بقى أوجه لمهتاب لقيت مهن أخرى موجودة في البيتج بتاعتكم عانت من نفس النوع للطهوات ده؟ هقولك إحنا المبادرة بتاعتنا كانت مقتصرة في الأول على الصحفيات نتكلم عن مشاكل الصحفيات على اعتبار إن إحنا صحفيات وقدرين إن إحنا نكون ملمين بمشاكلنا زي ما بتقولي كده كبشين النار بعد شوية بدأ عندنا يبقى يكون في وحدة دعم نفسي وبعد شوية بدأ عندنا وحدة دعم قانوني دول بالتوازي مع بعض وحدة الدعم النفسي بقيت مش مقتصرة على الصحفيات بس بقيت عادي بينضملنا في قات مهنية أخرى يعني يعني ممكن ست بيت تتصل بيكو أو تتواصل معاكو تقولك أنا عندي مشاكل معجوزي في كذا واحد اتنين تلاتة فتسمعوا وتدعموها نفسيا بالضبط لأن حتقولي الوقت عندنا فكرة الجروب أو العلاج الجماعي الجروب سيرابي بالضبط فبيتعمل أي سيدة ممكن تنضم لنا مفيش أي مشكلة خالص لكن فكرة إن إحنا عندنا أزماتنا المهنية إحنا حطين أيدينا عليها لأن يمكن زي ما أسماء قالت إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا وعندنا عوارف القانون للأسف في مهنتنا إن إحنا ممكن نشتغل سنين طويلة جدا جدا بدون أي حقوق تحت مسمى صحفية تحت التمرين وصحفية تحت التمرين دي علشان تقدر أن أنت تلتحقي من قابة الصحفين اللي لازم لها ضوابط أولا أن أنت يكون عندك عقد معينة بعقد من المؤسسة اللي أنت فيها فبالبلة دي يعني الواحد فعلا بيشرب الدم كده علشان تقدر أنك تتعيني